حتى رئيس الوزراء السويدي يبدو بأنه موقفه في الفترة الأخيرة وكأنه تراجع بعض الشيء إلا أنه بالقطع مصمم على دفاع عن هذه الوقاعة حينما يقول بأنه وفقا للقانون السويدي نحن نتكفل بحرية الرأي والتعبير لكن هذه الوقاعة لا تعني بأن ما قم به هذا الشخص صحيحا بماذا تعلق؟ كلام عبارة عن ذر الرمادي في العيون كلام يجب على كل عاقل أن لا يشتريه بفلسن واحد أنت أمامك أمران يجب أن تفعلهما عندئذ نقبل منك أعذارك الأول أن تعتذر لأمة الإسلام اعتذارا رسميا والأمر الثاني أن تتعهد بمنع مثل هذا التصرف لا يكفي الاعتذار تعتذر مني كما لو قتلتني وضعت المسدس على رأسي وضربت الإطلاق وقلت لي أنا أسف هل أسفك سيرد لي روحي؟ لا لن يرد لي روحي فكذلك اعتذارك هل يعيد نحن عندنا حفظ كتاب ربنا أهم عندنا من دمائنا؟ تمام؟ هذا الكتاب سالت تحته دماء خيرة خلق الله وهم الصحابة رضي الله تعالى عنه أفنذركم نحن الآن وشأنكم قد أحرقكم هذا الذي ما وصل إلينا إلا بدماء الصحابة؟ لا لأجل هذا الكتاب قتل نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات مسموما حديث في البخاري لما سمت تلك اليهودي زي أنا بنت الحارث بقي يعني كل مدة يأتي السم يعني الألم إلى أن كان في السنة التي مات فيها قال يا عائشة إني أجد أثر سم من أكلة خيبر وهذا أو أن قطع يبهري ثم مات صلى الله عليه وسلم وقد قدر الله تعالى أن يموت مسموما لأن المسموم شهيد المسموم شهيد كي ينار الشهادة كي لا تفوته فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات ميتة عادية من مرض عادي لفاتته فضيلة الشهادة ولا نبغي أن تفوته أي فضيلة صلوات ربي وسلامه عليه نعم فشاهدونا هذا الكتاب سألت عليه دماؤه سادة الخلق هذا الكتاب يعني نتركه نحن مستحيل فإما أن يتعهد لأمة الإسلام بأن هذا لا يسمح به القانون السويدي ولا يدخل ضمن الحريات ولن يكرر هذا العمل مرة أخرى ولن يسمح بأي عمل يشابه هذا مع الاعتذار وإلا فكل الكلام هواء في شبك اشتركوا في القناة